اهلا فيك ويورب تكونوا بخير جميعا معاكم اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي لو المسحوق بتاعك خلص واحنا بقى اخر الشهرة او الميزانية مش سامحة هنعمل مع بعض النهاردة مسحوق بودرة حلوة قوي قوي وانا اقسم لكم بالله انا لما نقلت في الشقة دي طبعا انتوا عارفين مصاريف النقل والكلام ده يعني بتبقى الدنيا ضيقة شوية قعدت تلت شهور تقريبا هستخدم المسحوق ده وحبيت اشارك معاك وقلت اجرمة طبعا انتوا عارفين ان احنا هنا في القناة بندور على اي حاجة بتوفر لنا وبتساعد معانا في ميزانية البيت وفي نفس الوقت حاجة مش هتئذيكي ولا تدرك يعني انا مش هعملك وصفة تكتبيلي في الكومنتات طالله يسمحك الوصفة طالت مش حلوة او بوازة الغسالة او بوازة الهدوم او بوازة ايديا انا بحاول اعمل معاكم الحاجة اللي انا جربتها مرة واتنين ولقيتها فعلا جايبة نتيجة معي نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنا معايا قطعتين من صابون البلدي او صابون الغسيل اللي احنا كنا عاملينه بالشاور كنا عملنا مع بعض شاور هنا في القناة واخدنا منه وعملنا صابون غسيل وكانت تجربة حلوة قوي قوي بينضف حلوة قوي وريحته حلوة قوي قوي وما شاء الله نضافة وصلابة وهو يمكن كان مركون عندي بقاله اكتر من شعر زي ما احنا متفقين ان الصابون اللي احنا بنعمله بنركينه مش اقل من اه عشرين يوم لشعر علشان نتأكد انه نشف تماما جبت قطعتين من الصابون وبشرتهم اللون البنافتيج اللي انتو شايفينه على الوش ده كنت انا حطيت لون ازرق كده وقعد تلعب شوية فاطلع لي اللون ده هو على فكرة على الوش بس مش الصابونة كلها وغدا نفس اللون ومصلحة بقى علشان خاطر ايه المسحوق بتاعي يبقى زي وزي الجهز بالزبط عفوا فانا دلوقتي بشرتهم على الناحية النعمة خالص بلاشت بشروهم على الناحية اللي هي الكبيرة شوية علشان خاطر انا عايزة باودر على قد ما اقدر لو ما تبشرش معاكي بودرة كده هتروح على المطحنة وتخدي لفتين تلاتة كده لحد ما يبقى ناعم خالص زي ما انتو شايفين انا عايزة ناعم كده زي اللي احنا بنشتريه من بره بالزبط عايزة اقول لكم ريحته حلوة قوي قوي وفي الموعين بقى وغسيل الهدوم حلوة قوي قوي كمان آآ خلاص بعد ما بشرت قطعتين الصابون بتاعتي هنحط بقى آآ كام اضافة كده وهقول لكم الفرق بين الغسالة الغسالة العادية والفرق بين الغسالة الاوتوماتيك هتفرق في ايه طيب دلوقتي انا معي كيس كولوريكس بودر اوعي تجيبي كولوريكس جل عايزة كيس كولوريكس بودر والكيس ده سعره تلاتة جنيه الصابون حلوة قوي ولكن انا بعزز المسحوق بتاعي عايزة نضافة ورغوة يعني نضافة اولا والرغوة لان انا غسلتي فوق اوتوماتيك حطيت كيس الكولوريكس البودر ودلوقتي معي كيس من الفانيش الكيس ده سعره خمسة جنيه مش هاخد الكيس كله هاخد منه معلقة واحدة بس آآ الكولوريكس الالوان حلوة قوي قوي يعني حنضف معي وآآ الصابونة نفسها مخدومة كنا عطين فيها ملح وسكر وعطين فيها آآ شور ده غير طبعا البطاس دلوقتي معايا مع علقتين من الزهرة البيضة الزهرة البيضة تحسف كان زمان اهلينة ما باستغنوش عنها ابدا في الغسيل واحنا مش عارفة ليه بطانة نستعملها بس انا خلاص رجعت هستعملها تاني آآ وهي سعرها قليل يعني مش حاجة كبيرة قوي اخدت معلقتين وهنا بقى تعالي اولك لو انتي غسلتك اوتوماتيك هاتي كباية واحدة بس من المسحوق الاوتوماتيك وحطيها على الخليط بتاعنا كباية واحدة من المسحوق الاوتوماتيك لو غسلتك فوق اوتوماتيك او عادية هتاخد كباية من اي مسحوق عادي آآ الفرق بين الاتنين ان المسحوق الاوتوماتيك بيبقى فيه انتي فوم او مانع رغوة طبعا لو حتتي مسحوق عادي في الغسالة الاوتوماتيك الرغوة بتاعتها بتبوز الكويتشة بتاعت الغسالة فزي ما قلتلك انا مش جاية ازيكي ولا اقولك حاجة آآ يعني آآ تبوز الغسالة او الغسيلة هاخلت بقى مع بعض الحاجات اللي انا حطيتها دي كلها مع بعضها كتاعتين صابون معلقة فانيش كيس كولوريكس الوان وآآ معلقتين من الزهرة البيضة هقلب مع بعض كويس اوي كباية من المسحوق الخليط ده يا جماعة عمالي حوالي كيلو ونص لو انت تحسبوا التكلفة بتاعتنا آآ هتلاقوها يعني تلاتة جنيه خمسة جنيه الفانيش انا مستخدمتوش كله آآ طبعا زائد الكوباية انا مش عارفة الكيلو بتاع المسحول الوتوماتيك بره بكين بس هنقول انه في حدود مثلا من خمسة عشرين لتلاتين جنيه واحنا خدنا كوباية واحدة فاللي احنا بنعمله ده كله النهاردة بتاعتلي ما تعداش الخمستاشر جنيه بصوا ما شاء الله على الريحة الريحة حلوة جدا جدا وحوريكوا الرغوة وعايز اقول لكم يا جماعة في النظافة والله يا جماعة ما لوش حل يعني هو يعني حتى لو انت حسبتها بينكم بالنفس كده انا محطتش حاجة لا تقذي ايديكي ولا تقذي الغسيل وفي نفس الوقت كلها منتجات امينة جدا ورحيتها حلوة جدا وآآ المية هنا زي ما انتم شايفينها كده بتطلع دخان علشان انا الكاتل طول الوقت يعني آآ آآ في مية سخنة فاخدت منه بس كوباية كده وببريكوا الرغوة بتاعته آآ زي ما قلت لكم للغسيل اليدوي والغسيل الاوتوماتيك الفرقي بس في المسحوق والغسليات العادية آآ حلو قوي قوي انا كده خلصت الفيديو بتاعي يارب يكونوا عجبكم دعوة حلوة منكم ولايك واشتراك في القناة واشوفكم على الف خير